السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة عين المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 13 من الفصل السادس هنتكلم عن السامبل أوف زهاردنستست بالحقيقة اختبار الصلاة ده ملهوش عينة ستندر بما أن اختبار الصلاة ده ملهوش عينة ستندر لكن هناك مجموعة متطلبات يابد أن تتوفر في عينة الصلاة نمرة واحد يعني لازم يكون السطحين بتواء العينة متوازيين نمرة اثنين يعني لازم هذا السطح يكون كافي بتاع العينة إن أنا إيس على الأقل خمس قراءات متباعدة طيب نمرة الثلاثة يعني لازم يكون عندي سيكنس كافي من العينة عشان نعرف إيس الصلاة نمرة أربعة نازم يكون السطح نظيف وخالي من الأكسادة لأن أي أي حاجة غير طبيعية على السطح تؤثر على أو تعطي إيرر في قراءة الصلاة لأن الصلاة تعتبر صفة من ضمن الصفات السطحية بتاعة المواد طيب في الحقيقة اختبار الصلاة له أهمية نمرة واحد من ضمن أهميته إنه هو اختبار لا يوجد بها عينة إيس تندر وبالتالي أي عينة تحقق هذه المتطلبات يتطبع عليها اختبار الصلاة عادي نمرة اتنين إن اختبار الصلاة أو الصلاة لاها علاقة بخواص ميكانيكية أخرى يعني مثلا يعني مثلا مادة ما الهاردنس بتاعتها عالية يبقى لازم يكون خواص ميكانيكية عالية مادة الصلاة بتاعتها عالية يبقى الوير رزيستنس بتاعتها عالية تمام يعني مثلا على سبيل المثال في علاقة معملية بتربط ما بين قوة الشد وما بين الهاردنس بينين الخاصة بالصلب يعني ما أنا قوة الشد بالساوي 3.45 مضروبة في الهاردنس بينين دي تختبق فقط للصلب بعد كده نمرة ثلاثة أبو السلاقي إن اختبار الصلاة يعتبر اختبار غير إتلافي يعني في اختبار الشد لازم أشد العينة لغاية لما أكسرها لكن في اختبار الصلاة لا يكسر العينة وبالتالي هو اختبار غير إتلافي